أن تدخل إلى منزلها الصغير فأنك تحتاج وقتا كافي للتماعن بكل المصنوعات حتى تأخذ أنفاسك وتجلس ومن ثم يدفعك الفضول لتسأل ما هذه وما تلك وكيف جاءت الفكرة في تصنيعها حتى تستدرك ميعات في حديثها وتشرح موادها الأولية وكيف تمت عملية الصنعة سيدة عراقية ديوانية تعمل منذ سنوات طويلة على تطوير موهبتها في عادة تدوير كل مادة انتهى استهلاكها فتبدأ هي برسم فكرة إعادتها للخدمة من خلال مخيلتها الخاصة المستوحات من متابعتها المستمرة لكل الممتهنين لهذه المهنة على مستوى العالم لتؤكد ميعات بأن هذا مردود جيد لسيدات لا يجدنا العمل وكذلك ممكن أن تكون هدايا جميلة موهبة يعني تعلمتها من الأوروبيين من كنتبه أوروبا شفتهم وشان يشتغلون لتستثمر طاقتها في الظرف الراهن للبلد ومواجهة خطر كورونا بتصنيع قنيعة وقائية للطواقم الصحية في الديوانية مجانا وطوعا منها بعد تزويدها من قبل أحد أطباء المحافظة بالمواد المستخدمة في الصنعة نزلنا من اليوتيوب قعدنا نيو دكتور محمود نزلنا أكثر من نموذج واشتغلنا أول نموذج لبسه شافه قال تمام باعتباره هو صاحب اختصاص به الفكرة هذه بدلا ما يشترون بذلك الحساب اتمرع هو زملاء وخاصة هو يعني قلت لجيب لي مواد وعني حاضرة فعلا ركض الولد جاب مجموعة حلوة يعني تقريبا سوينا بالخمسين قطعة بالخمسين قطعة سوينا زين هاي موجودة هاي مجانا المبادرة التي انطلقت من الطبيب المتبني للفكرة والمجهز بالمواد لم يخفي حاجة منتسبي الصحة لهذا القناع في ظل النقص الحاد بوسائل الحماية الشخصية لهم واجهنا نقص حاد بوسائل الحماية الشخصية ومن ضمنها الفيس شيلد فاجدت الفكرة بصناعة الفيس شيلد بالمواد البسيطة الأولية خصوصا بحكم علاقته مع ست ميعاد ومعرفت بيها بأن هي عدها خبرة ومقدرة على صناعة الفيس شيلد ميعاد ومصنوعاتها في وطنها الصغير تصنع انموذجا يحتذا به وتكون عنوانا تحذو خطواته من تريد كسر حاجز العجز وإظهار طاقتها للعلنة من الديوانية محمد حسن قناة التغيير